حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوار حك كلها مهما الهموم زادت عليك وعال حرام يوصى الله من أعظم الأمور اللي تدلنا فعلا قد إيه القلب بالنسبة لنا في حياتنا مهمة القلب ده لو اهتمين به وسعين الإصلاح يكون فعلا حص عظيم جدا يدخل فيه الإنسان ويكون القلب ده هو الحامي من الشهوات والشبهات وهو الحامي من الفتن المعنى ده ذكر العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعود القلوب على قلبين قلب أبيض مثل الصفة لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض القلب اللي كانت بتتعرض عليه فتنة ورفتنة فتنة ورفتنة فتنة ورفتنة وكان في كل مرة بينكرها ولا يلتفت إليها أصل صاحبه كان مهتم بيه فكانت النتيجة قلب واحد منهم أصبح مثل أبيض نقي إن شاء الله مثل الصفة الإمام النووي بيقول ليس تشبيها بالصفة في بيضه ولكن من شدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل وأن يفتن ياه الإمام النووي بيقول لنا إن القلب اللي هنهتم بيه هيبقى عبارة قوة الإيمان فيه صلبة زي الحجر الأملس شفت قوته وضرب لينا أنموذة جميل وقال الحجر الأملس لا يعلق به شيء الحجر كلما كان أملس لما تيجي حاجة تكون عليه كده تقع قال وهذا حال قلب المؤمن كلما عرضت عليه فتنة سقطت فلا تذبت عليه شيء وهو ده من أعظم القيم اللازم تكون موجودة جوالقلوب طول ما احنا محرصين على إصلاح هذا القلب كلما ازداد هذا القلب قوة كلما ازداد هذا القلب قوة وأصبح هذا القلب فحلا قوي ثابت ما شاء الله بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أيضا القلب قلب المؤمن للإنسان الصالح فيه سراج يزهر قلب المؤمن الصالح فيه سراج فيه نور النور ده أول ما بتعرض الفتنة الفتنة بالنسبة لنا احنا مش شايفين ماذا قبحها لأن الفتنة دايما بتيجي وهي متغطية فبتكون النتيجة أن القلب أول ما بتعد عليه الفتنة بيقوم ينور الصراج اللي جواه أول ما الصراج ده ينور الفتنة بتظهر بقبحها قدام هذا الإنسان فيلتفت الإنسان بعيدا عن هذه الفتنة ودي من أعظم الأمثلة اللي ذكرها الإمام الطيبي رحمه الله وهو بيؤكد على هذا المعنى فبيقول لنا أن الصراج اللي بيزهر جوه القلب ده أول ما تعد الفتنة بقبحها بس كانت متغطية أول ما صلت القلب عليها هذا الصراج الذي يزهر ظهرت الفتنة في قبحها وناتا هذه الصورة فاتعد عنها هذا القلب كقلب يوسف عليه الصلاة والسلام لما المرأة روادته ما قالش بقى أنا شابه غريبه دي مرأة وجميلة وصاحبة منصب ومال وجمال لا ده الصراج اللي جواه قلب سيدنا يوسف نور فشاف الفتنة على حقيقة سألها أنه ربي أحسن مثواي أنه لا يفلحه الظالمون رأى الصورة على حقيقةها وده اللي احنا محتاجينه ان احنا لازم نعرف أن أكتر حاجة تعصمنا في أزمنة الفتن هو ذلك القلب اللي شباهه النبي صلى صلى مطارة بالصفة في قوته أي قوة إيمان هذا القلب وعدم ثبات عليه شيء الفتنة لا تذبت على هذا القلب بل يعني إذا جاءت عليه فتنة سقطت لا تذبت عليه وشباهه الطيبي رحمه الله بالصراج الذي يزهر ليظهر الفتنة على حقيقتها والفتنة اللي اتظهر على حقيقتها القلب بينفر عنها عرفت وقدقي القلب بالنسبة لنا مهمة حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوار حك كلها مهما الهموم زادت عليك قو على الحرام يوصل الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة